وأن توفقنا لكل ما تحب وترضى يا للجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا للجلال والإكرام وقد رغب الإخوة أن أختم ببعض الآيات المباركات وإن كنت أتيت لأستمع منكم لكن لا مأسا أن نختم بأفضل كلام هو كلام الله عز وجل بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحمر الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعوف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تقولوا كالذين تفرغوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البيئات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين والله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعوف وتنهرون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا ألا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار وهم لا ينصرون شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر